فقد انطلقت عملية الاجتياح المقدس منذ سنوات واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود وحدات من الجيش في الشرق الليبي يتحدث على عزمه في المضي للسيطرة على كامل تراب البلاد لا سيما مركز الحكم العاصمة طرابلس وهو الامر الذي انطلق لتنفيذه فعلا قبل ايام وسط تساؤلات حول قدرته على تحقيق ذلك وعلى الرغم من التنديد الدولي الواسع والمخاوف من تبدد امال التوصل الى حل سياسي للازمة في ليبيا اطلقت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على ترابلس فيما قابل ذلك احتشاد القوات الداعمة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا لصد الهجوم هذا التصعيد تزامن مع تحضيرات الامم المتحدة لعقد مؤتمر شامل للحوار بمدينة اقدامس خلال نيسان الجاري ضمن خارطة طريق اممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط صحيفة الجارديان اشارت الى ان الدول الغربية لا تساعد في ارساء الديمقراطية في ليبيا بل تنظر الى الازمة من ناحية دور ترابلس في وقف موجات الهجرة ومكافحة الارهاب وانتاج النفط وذهبت الصحيفة الى ابعد من ذلك في وصف التخاذل الغربي في حل الازمة الليبية قائلة ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة متردد باصدار بيان يدعو قوات حفتر الى وقف زحفها نحو طرابلس ورأت ان ذلك التردد ناتج عن الدعم الذي يتلقاه حفتر من بعض الدول العربية ومن اطراف داخل الحكومة الفرنسية حكومة الوفاق من جانبها اكدت ان الحل العسكري لم يعد ينفع بل يجب ترتيب الامور لاجاد حل سلمي للصراع الدائر لكنها لم تتردد في اعلان النفير العام وزير الخارجية التركي مولود شاوش اوغلو حذر من خطورة العملية العسكرية الاخيرة على العاصمة الليبية طرابلس وقال ان الهجمة الاخيرة قد تزج البلاد في مأزق خطير جدا ومن الضروري وقف الهجمات من جانب اخر قالت منظمة يونسيف التابعة للامم المتحدة ان نحو نصف مليون طفل يتعرضون للخطر المباشر بسبب اشتذاد القتال في طرابلس ويوما بعد اخر تواجه عملية حفتر العسكرية ردود افعال دولية رافضة تتصدرها حتى الان تركيا والولايات المتحدة الامريكية ودول غربية اخرى في ظل احاديث عن وجود دعم اقليمي لتحركاته ترجمة نانسي قنقر